السؤال بعد كده بيقول ليه ابن وحيد وهو كل حاجة في حياتي وسافر وانا مش عارفة اعمل ايه وزهقان على طول واكتئاب على طول وانا الحمد لله بصلي فدني يا دكتور عمر انا شايف في الحقيقة ان حضرتك وكأنك حصلك حاجة بتحصل كتير للناس لما يحصل لهم الفقد انهم بيعتبروا ان حالتهم خلصت لا لما حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها فرسول الله بيعلمنا ان احنا ما نتوقفش في الحياة وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان من كان يومه كامسي فهو مغبون محروم واحنا نعم الله علينا كتير فمن شكر نعمة الله ان انت تخرجي وتبتدي تكملي كثير من الاشياء اللي انت كنت بتسعدي بيها ولذلك انا بقولك تعملي ثلاث حاجات اول حاجة لازم تدخلي ما يسمى بالخدمة العبادة اللي لي علاقة بالخدمة تروحي تساعد الناس تروحي لدور الايتام تروحي لبيوت المسنين لما تعملي كده الخدمة بتجدد نشاط الانسان وبتجدد حياته وبتخليه بدل هو محتاج ان حد يدخل على الانس هو يؤانس الناس ويبقى اسعد الناس من اسعد الناس وتبقى انت توصلي للسعادة لان انت اسعدت الناس ولذلك كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه يبقى الخدمة يبقى على طول اشتغلي في الخدمة الحاجة التانية والمهمة لازم تغير بالنامج حياتك ايه اكتر حاجة ممكن تساعدك ان انت تغير بالنامج حياتك ان الله لا يغيره ما بيقوم حتى يغيره ما بيانفسي ايه اكتر حاجة ممكن تساعدك ان انت تغير بالنامج حياتك ان انت انا بسميها كده ان انت تدور في كركيب حياتك ايه الكركيب الحاجات اللي انت شايفها قديمة وركنتيها احلامك القديمة في ناس كتيرة رجعوا تاني للماجستير والدكتوراه ورجعوا تاني يتعلموا اشياء كتير جدا جدا كانوا نسيوها الفترة اللي انت فيها دي ربنا جعلها فترة توسع ما عليكيش اعباء وما تستسلميش للألم ورجعي تاني للحاجات اللي انت كنت نسيها ارجعي لها مرة تانية وتعلميها واشتغلي عليها كل ما تعملك كلام ده كل ما يكون احسن الحاجات التالتة خلي بينك وبين الله ورد من الخلوة وكلمي مولانا سبحانه وتعالى وخليك دايما على وصال لان ده يشرح صدرك الا بذكر الله تطمئن القلوب اشتركوا في القناة